موسيقى حقيقة مصر كل يوم بتدخل موسوعة جينيس ريكورد من أوسع الأبواب سواء الأبواب الحقيقية أو الأبواب السياسية أو أبواب خارج المنطق والتاريخ والعقل وآخر هذه الأبواب وآخر هذه الإنجازات المصرية الخالصة هو الخبر اللي قريته النهاردة بخصوص الولد اللي عنده 12 سنة واللي دخل حديقة الحيوان ولقى بالصدفة إن العمال اللي في الحديقة بيشمسوا الأشبال عشان تعرفين الأشبال بيبقوا في ورابة الأسد اللي زار حديقة الحيوان وما بيشوفوش الشمس فخرجوهم في جنينة كده صغيرة يشمسوهم فالولد غافل الحراس وجاب كيس اسود وقام إيه واخد شبل من الأشبال دول وجري مش هي دي الحكاية بتحصل في كل حتة المهم إنه هو جري وخرج من الجنينة وما حدش خد باله وراه عشان يبيع الشبل قوم إيه يبيع الشبل على إنه كلب بلدي ويشتريه منه واحد بخمسة وتلاتين جنيه شبل أسد باعوا لواحد فابو النمرس بخمسة وتلاتين جنيه يعني لحد هنا ما بتحصلش عموماً كلب البلدي والشبل ما بينهم باع طويل وكبير جداً مش دي الحكاية خمسة أيام اللي حصل الموضوع ده الواحد اتطمن ولقى المبلغ باعه بخمسة وتلاتين جنيه فقال لك عيد القرح تقني وارجع على جنينة الحيوانات أخد شبل كمان أفشو فلما نيابة العمى بتحقق رجع التاني على جنينة الحيوانات قلت لهم شبل ضايع من عندكم بقاله أسبوع مبلغتوش عنه ليه معنى أنه مبلغوش عنه معنى أنه عادي بقى اللي عادي ياخد شبل ويروح ده عادي في مصر ما فيهاش أي حاجة فمسكوا الولد اللي كان بيبيع الشبل على إنه كلب بلدي وكان ببلدنا من مضحكات ولكنه ضحك أقرب للبكاء عنوين وبعد الفاصل التفاصيل في محطة مصر